في عقاب حرب مدمرة تشهد تيغراي انتعاشا كوجهة مرقوبة للسياح الأجانب ويقول السائح الألماني كريس الذي جالي الاحتفال بعيد القطاس في تيغراي أنه سعيد بالانضمام إلى السكان المحليين في احتفالاتهم التقليدية وقد تعهد الزائر الذي تأثر بشدة بروح المجتمع بتعزيز تيغراي كوجهة للثقافة الجميلة اسمي كريس وأنا من ألمانيا وهذه هي المرة الأولى بالنسبة لي في اثيوبيا وبالطبع أيضا في تيغراي بالنسبة لي إنه لأمر رائع حقا أن أكون هنا ومن الرائع أن أرى حفل عيد القطاس وأردت الذهاب إلى تيغراي لفترة طويلة وأنا سعيد لأنه يوجد الآن سلام في المنطقة ومن الممكن أن يأتي السياح أريد أن أرى منطقة تيغراي لرؤية الناس والتحدث معهم وعندما أعود إلى بلدي سأخبرهم أن المزيد من الناس بحاجة لزيارة تيغراي للمساعدة تشارك كين سائحة أخرى من ألمانيا تجربتها الأجنبية في تيغراي مؤكدة على دفئ وودود السكان المحليين وفي دعوتها للعالم تشجع الآخرين على زيارة تيغراي ليس فقط لمشاهدة ضيافتها وثقافتها النابضة بالحياة ولكن أيضا لإكتساب نظرة مباشرة على الروح السلام الدائمة في المنطقة بين سكانها أدعى كين وأنا من ألمانيا ولكن الآن جئت من القدس وهذه الزيارة الأولى لأثيوبيا تيغراي أكسوم إنه حفل مؤثر وجميل للغاية حيث نرى كل الناس يجتمعون معا إنها تجربة فريدة جدا في أثيوبيا لكنني أعتقد أنه من المهم أيضا أن نتطلع إلى الأمام وأن يأتي الناس إلى هنا ليروا ما يحدث هنا ويروا الجمال على الرغم من كل الصعوبات السياسية التي تواجهها هنا ويصلت سيساي وهو أب متدين الذوع على التحول في احتفالة عيد القطاس مشيرا إلى أنهم يحتفلون به الآن بطريقة مختلفة عن الماضي خاصة خلال الفترة التي كانت فيها الحرب مستمرة نحن نفتفل بعيد القطاس هذا بشكل أفضل من الماضي وعلى الرغم من التغييرات يجب علينا أن نؤكد على أهمية التواصل والتعاون لدعم المحتاجين